نعم خرجت ايران في تظاهراتها وما كان يعتقده النظام ضربا من الخيال بعد تظاهرات 2009 اصبح حقيقة الظلم والبطالة شعارات رفعها المتظاهرون هنا لكن غضبهم الاشد كان جراء ملايين الدولارات التي انفقها المرشد الايراني علي خامنأي على تدخله وحروبه في الشرق الاوسط بينما يعيش ثمانون بالمئة من الايرانيين تحت خط الفقر واكله وشربه وسلاحه وصواريخه من الجمهورية الاسلامية في ايران البداية من لبنان حيث سعت ايران لتمكين نفوذها هناك عبر ميليشيا حزب الله التي حظيت بدعم مطلق من طهران كنموذج لانتشار ثورتها او بالاصح هيمنتها على المنطقة حيث يجاهر قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني بالقول انه يريد تقبيل يد زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصر الله على ما فعله هذا الاخير الذي يكتفي بالضحك عند سؤاله عن تقديرات الارقام الحقيقية للدعم الذي تقدمه ايران لهم جهرتم عدة مرات انه ايران هي التي تدعمكم مليا هل يمكن ان تقولوا لنا كم تقدم لحزب الله سنويا هذا من الاسئلة اللي لا اجوب عليها يعني طيب مليارات او ملايين لا تعليم طيب وتقول صحيفة لاستامبا الايطالية ان ايران ترسل سنويا مبالغ طائلة الى حزب الله اللبناني قد تصل الى مليار دولار كما قامت البنوك الايرانية المملوكة للدولة بحسب الصحيفة نفسها بفتح خطوط ائتمان لنظام بشار الاسد بقيمة 3.6 مليار دولار في سنة 2013 ومليار دولار في سنة 2015 بالاضافة الى فتح جسر جوي يربط طهران بدمشق تدفق اليه الاف المقاتلين الشيعة خاصة الافغان والعراقيين حيث تنفق ايران سنويا عليهم 180 مليون دولار فضلا عن ملايين اخرى وصواريخ ارسلها الحرس الايراني لميليشيا الحوثي باليمن وبالرجوع الى تظاهرات ايران التي نادت بشعار ليس للبنان وليس لسوريا بل حياتي لايران يبدو ان الامور وصلت الى طريق مزود يؤكد فيه المراقبون ان صبر المتظاهرين بدأ ينفذ وان اجراءات الحكومة الاقتصادية لن تنفع